اشتركوا في القناة في دعم المساعي الدولي للسلام في مختلف دول العالم تاريخ عريق سطرته مملكة البحرين ضمن مساعيها الدؤوبة لرفض جهود الخير والسلام والنماء في مختلف أرجاء العالم وذلك ضمن إطار تعاوني عريق مع مختلف منظمات الأمم المتحدة التي انضمت لها مملكة البحرين عام 1971 وقد جاء هذا الفيلم الوثائقي الذي أطلقته وزارة الخارجية ليوثق أبرز ملامح العلاقة النموذجية بين مملكة البحرين ومنظمات الأمم المتحدة في شهادات محلية ودولية عدة تحتفل دول العالم في هذا العام بمرور 75 عام على تأسيس منظمة الأمم المتحدة التي حقيقة تمثل كيان عالمي مهم للتعاون الدولي وتحقيق أهداف وطموحات دول وشعوب العالم في الأمن والسلام والازدهار والنماء وأدت هذه المنظمة حقيقة العتيدة بهيئاتها ووكلاتها المتعددة والمتنوعة وكان وجود هذه المنظمة الدولية مطلب مهم وملح لدول العالم في قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة تبذل مملكة البحرين جهودا متواصلة في دعم منظومة العمل الجماعي الدولي لتكون أكثر قدرة على مواجهة كل التحديات التي تواجه العالم في الحاضر والمستقبل كما أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله حريصة على توثيق التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها وهو ما يتجلى بوضوح في المبادرات العديدة التي طرحتها مملكة البحرين على المستوى الدولي تجانس وتطابق في الرؤى والتطلعات أكده وفاء مملكة البحرين المستمر بجميع التزاماتها الدولية وتفاعلها مع جميع مبادرات منظمات الأمم المتحدة في دور تفاعلي يعكس نهج المملكة الطموح لكل ما يحقق الخير والتقدم للمملكة ودول العالم مملكة البحرين كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة ملتزمة بالمبادئ النبيلة والمقاصد السامية لمنظمة الأمم المتحدة مملكة البحرين دائما ما تعمل مع شركاؤها الإقليميون والدوليون للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين مملكة البحرين دائما ما تعمل على بناء مستقبل وحاضر ملأهما الازدهار والتنمية والتعدم في أول اجتماع عقد في مجلس الوزراء الموقر في شهر يناير قبل أن نسمع عن هذا الموضوع أو ينتشر أو يصل البحرين أو لا يصل لأي دولة في الدول الأخرى طلب منك وزارة صحة أن نقدم تقرير عن ما هي الإجراءات نتخذها لو وصل هذا الوباء إلى البحرين وفعلا بدأ سيدي سمو ولي العهد بوضع رؤية للإجراءات التي لازم نتخذها في حال وصلت هذه الجائحة إلى مملكة البحرين الفيلم الوثائقي اجتمل على العديد من المقابلات واللقاءات المتنوعة والتي شارك بها عدد من المسؤولين الأمميين الحاليين والسابقين والذين أكدوا نجاح المملكة في إيصال رسالة السلام والتقدم البحريني في مختلف المجالات بكل نجاح يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين